بما أن البودكاست ملعبنا والرياضة متنفسنا قررنا أن ننتج لكم برنامج عن كرة القدم يا أخي أنا ما بعرف أنا مركزي المفضل لما نروح نلعب قدم أنا على فكرة ترى بيسموني الجوكر حارس بشيتي تتعاكله مدافع هنتحكي ما هو واحد عارف وسط وسط هجوم بس ترى مركزي الأكتر إشي بيحبه الهجوم هجوم 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 انت بعرف شو نص متقدم نص متقدم اللي أنا فعليا لا لعب نص متقدم أنا هيك كل ما ألعب هجوم بتذكر درقبة بصير بقولهم سموني أنا درقبة لأنك شلساوي دي دي شلساوي طبعا بطل أوروبا لللي ناسين 100 انت مين بتلاقي حالك أنا درقبة انت مين آم أكتر إنسان كنت بتمنى كنت أقلده لما ألعب زيدان أعلى كريستيانو لسا جاي هيك على الثانية لا بدي أحكي زيزو بلا آه بلا قسام بالله مع أنه كل واحد يعني من نهاية مطاف لازم يكون عنده ستايلو بس الاثنين كنت أكيفه وأنا بحضرهم زيدان بعدين كريستيانو يا بي فهدول الاثنين كنت أحاول أقلدهم بس بعرفش كيف كان يطلع يعني عم بحاول أقلد بس بعرفش كيف كنت أبين يعني عارف بس هدول الاثنين اللي كانوا مصدر الالهام الالهام نعم ويعني إحنا زي كأنه معنا يعني شو اسمه زيدان كرة القدم الأردنية لا يريت والله بس بالعكس أحسن وأحسن كمان سيدي عبيبنا كثير بس يلا مناخدها أي أوفر بس مع الكرش ما بيصدقه بقولي زيزو البشيتي بجابل بلعب علي زيزو المصطب هذا انتو حم تسمعوا بودكاست تيكي تاكا معكم عبدالله البشيتي واليوم معنا زيزو كرة القدم الأردنية وكريستيانو كرة القدم العالمية العالمية كابتن عمر دويك أهلا وسهلا فيك كابتن عمر حبيبي أهلا بيك وأولي شي الله يمسيك في الخير انت وجميع المستمعين الكرام والله جد مبسوط ان يكون هون فعليا لأنك انت انت الهوستاع الشو كنت عم بحكي لك قبل ما أجي وبرجع بكررها هلا يعني قدام الكل يعني بتمنى لك كل توفيق والله حبيبي حبيبي بالعكس أنا أنا المبسوط أكتر حبيبي وإن شاء الله يعني تستمتع بالحلقة ويستمتعوا المشاهدين والمستمعين كمان للحلقة 100% اليوم راح نحكي شوي عن كريستيانو رونالدو عن تأثيره مش الكروي تأثيره التجاري والتسويقي لانتقاله للمان يونايتد بحكم يعني انت كلاعب سابق يعني عندك خبرة بمجال كورت القدم وبرضو يعني هلأ بمجال شغلك واهتمامك أكتر بالجانب التسويقي والجانب التقني التكنولوجي لكورت القدم فهذا ان شاء الله راح نركز عليه بحلقة اليوم بس يعني قبل ما نبلش بهذا الموضوع كريستيانو رونالدو ايش بيمثل بالنسبة لك يعني انت قبل شوي حكيت الهامي كان زيدان وكريستيانو وكريستيانو صح ايش بيمثل كريستيانو بالنسبة لك يعني شوف كواحد كنت كمان أقرأ سيارة ذاتية تعوين اللعيب تكورة قدم مجمع حتى غير هذول اللعبين لما تشوف الإنسان وتسمعه كمان عنه من غيره كيف كان يتمرن يعني تحكي في مثل بحكي لك هورد ويرك بيتس تالنت وان تالنت دوزنت ويرك هورد ففعليا هذل إنسان فيه ناس بتطلع عليه انه تالنتد بس بضل ينسوا انه قدي يشتغل عحاله ليوصل مرحل اللي احنا نعرفه اليوم ففعليا هو مصدر الهام لانه لا أعتقد هو يعني خلق في في هذا الشكل هذل إنسان هذل يشتغل عحاله بالزبط هذل يشتغل عحاله ففعليا بيعطيك أمل بالحياة حتى خارج إطار الكروي بيعطيك فكرة إنه إذا انت بتشتغل عحالك بتقدر توصل بأي مجال ففعليا هو اشتغل عحاله أكثر ما بحس إنه موهبة وهذا هو يعني هذا السبب اللي أنا بعتبره يعني مصدر الهام يعني على سيرة الهام شفنا تصريح للحارس الثالث للمان يونايتد قبل فترة قبل أسبوع أو أسبوعين ما شبته على ما أعتقد اسمه اسم عيلته جرين لكن هلأ عم بنسى اسمه الأول بيقول لك بيقول لك هذا الحارس عمر إنه إحنا لما تدربنا مع كريستيانو أول تدريب لما بعد ما انتقل حلا حلو لما بعد ما انتقل للمان يونايتد يعني شغلة جديدة قبل أسبوعين ثلاثة بيقول لك إحنا بالعادة اللعيبة بعد ما يأكلوا يخلصوا الأكل يعني ناكل ناكل حلو حب التفاحة حبت كذا إيش نحلي فيه يعني وإيش طبعا صحي لأنهم لاعبين طبعا بس كلنا اطلعنا لقينا كريستيانو رونالدو ما حط إيده على الحلو ما أكل حلو طبعا فكلنا ما أكلنا واو فشوف أنت يعني لهالدرجة هذا الشخص متفاني في صنعته واو يعني بده يسير الأفضل مش بس بمجال الكرة بمجال التغذية بمجال الصحة طبعا طبعا لاعب فعلا ما بيقسر بأي يعني بأي جانب من ويضرب فيه المثل بالنسبة للتضحية للعمل الدقوب طبعا إنه بالعمل بتوصل توصل 100% وهذا موضوع حلتنا اليوم موضوع أكبر من كرة قدم لكريستيانو يعني بالضبط اللي هو يعني رح نحكي عن كريستيانو لونالدو طبعا كريستيانو رجع للدورة الإنكليزية رجع للبريمير ليغ طبعا رجعته يعني خلتنا كمحبين للبريمير ليغ يعني نرجع نتابع لسا الدوري أكتر وأكتر ونشوفه يعني كان زمان لما كان يناور ويراوغ المدافعين ويلففهم لمدة 90 دا يوم مرات أكتر حتى كتلتاوية كانت تحكي طبعا طبعا لا أكيد ما بنكر طبعا بس هلأ طبعا يعني كريستيانو رونالدو يعني طريقة لعبه تغيرت يعني احنا مش عم نحكي عن كريستيانو عمر اللو حقه بالضبط مش عم نحكي عن كريستيانو أبو الـ 24 سنة عم نحكي عن كريستيانو أبو الـ 36 فبالتأكيد لازم غير طريقة لعبه طبعا ولساتو عم بيقدم لسا كتير للعب يعني لحد الآن صار لاعب ثلاث مباريات مع اليونيتد نسجل فيهم أربع أهداف فيعني أكيد اللي بحكم لساتو من أفضل لعيبة بالعالم لكن احنا اليوم رح نحكي عن مش رح نحكي عن طريقة لعب الدون رح نحكي عن الأثر التجاري والتسويقي اللي جابه كريستيانو رونالدو للمان يونيتد بعد انتقاله للرد ديفلز هذا الموسم طبعا يعني سواء تأثير عودته على البريمير ليج تجاريا أو حتى يعني تأثير السابق اللي عمله على أنديته السابقة سواء ريال مدريد يوفنتوس أو الأندي السابقة عمر يعني كبداية قديش بسوى أصبع إجر كريستيانو لا بمزح لا خمش مليون فعليا بيكونوا مأمنيا دول الشغلات مأمنيا فعليا رجليهم والله لأنه كل value تاحهم جسمهم يعني تقريبا نفس إجري شمال يعني تقريبا نفس قيمتها أقل شوية أنت بشيتي حقا ثانيا خالص بس يعني خلينا نرجع للجد ممكن تشرح لنا تأثير كريستيانو على كرة القدم من ناحية البزنس بحكم خبرتك بهذا المجال يعني هو سؤال عام لكن أكيد بحب نرجع لألفين وتسعة لسبب معين أنه آخر سنة كانت طبيعية قبل الكورونا زي ما كنا عارفين 2019 كورونا يعني فعليا طلع بشهر 12 2019 بس ما أثر على عالم كرة القدم لحد منتصف ومنحكي بشهر 3 2020 ففعليا إذا بترجع 10 سنين إذا تأخذ يعني نطلع على الموضوع كعقد أنه مر من 2009 ل2019 و2019 ليش مهم؟ لأنه كريستيانو ترك من يونايتد 2009 صح؟ لما ترك رينالدو من يونايتد كان وانت عارف أنه مصدر اليوم الدخل أو الإيرادات ليونايتد أو أي نادي كرة قدم هم عبارة عن ثلاث مصادر دخل الأول ماتش دي اللي هو إيش فعليا عم بيصير يوم الملعب عم بيبيعوا عصير أكل شوكولاتة أي شي عم بيبيعوا يوميذها أو مثلا عندك بعدين جانب الكوميرشل اللي هو التسويقي من سبونسرشيب رعاة يعني بشمل أكتر من شي وفي عندك كمان البرودكاستينج اللي هو حقوق البث بل 2009 لما كريستيانو غادر يونايتد راح على مدريد كانوا عم بيعتمدوا فعليا 41% من مصدر داخلهم اللي هو كان أكبر مصدر داخل كان من الماتش دي اللي هو فعليا من نفس اليوم اللي عم بيصير فيها المبريات تعون اليونيتد فعندهم بالستاد كانوا عم بيعتمدوا على أكتر داخلهم من هذا اليوم 41% 41% هلأ بتيجي بتطلع عشر سنين بعد 2009 ب2019 هذا الرقم صار 18% يعني نط المبلغ كان 115 مليون أيام 2009 ب2019 صار 111 مليون تمام؟ المبلغ نزل أقل من النص يعني يعني من 41% أقل من النص حتى أقل من 20% بالضبط هذا نزل تخيل يعني وأنت هتغير أنه العملة عم تخسر قيمتها بس انسى الموضيع الاقتصادية تضخم بالضبط وكل هالموضيع بس عندك أنه بين 2009 و2019 مفروض هذا المبلغ يزيد عند أي بزنس لك تعتبره لأنه من يونيتد فعليا من يونيتد المطاف سواء بتحب يعني عاجب الواحد مش عاجبه يونيتد عاملينك تتاب يعني اليوم أنت بتقدر تروح تستثمر بسوء نيويورك بس هم من يونيتد من الأندي القليلة جداً اللي بتقدر تستثمر فيها كمستثمر تشتري أسهمهم هيك ففعليا هاد الرقم عم بنزل وغير هيك صار يشكل بس 18% من هلا هاد حكي ليه مهم لكريستيانو كأثره على ليه على يونيتد إن فعليا اليوم أنت لما تيجي تحكي أنه الماتش دي نزل وبعده مع الكورونا 2020 نزل أكتر حكم أنه ما كان في زخم جواهيري بالضبط ما كان في جواهير بالملاعب فهلا مع رجعت كريستيانو أنت عم بتحمس كتير ناس يرجعوا على الملعب هذا أول إشي فهمدي أحكي لك حتى أصغر revenue stream يعني أصغر مصدر داخل للنادي فعليا حيرجع يزيد لأنه الموضوع منطق عارف لما يونيتد يجي يدرسوها يحكوا هذا الإنسان حندفع فيه هذا المبلغ وفعليا جابوه بمبلغ ممتاز يعني كلنا عارفين أنه جابوه بالوقت الصح تمام؟ بآخر حياته في قصة أنه عم بيخلص عم بيعتزل في نادي الأم لأنه يونيتد يعتبرنا دي الأم صحيح ليش سبورتين ليش بونا بالضبط ففعليا هذا بتطلع بس حتى بالماتش دي اللي هو أقل مصدر حيتأثر بشكل إيجابي قدية ولا حدا بيعرف فعدك تستنى لآخر سنة خاصة ما حالا كورونا عم تتسهل إجراءات عم بيرجعوا الجماهير لإستاذات وعم بتتفلل بالضبط هلا بتيجي تحكي حقوق بث مش كثير الموضوع كريستيانو ما بقدر يأثر لأنه فعليا هذا عقد راد يتوقع بيضل عندك اللي هو فعليا حاليا صار أكبر مصدر دخل للنادي بشكل اليوم 44% أو ب2019 عفواً 44% اللي هو الكوميرشل أو الجانب التسويقي مما يشمل الرعاة يعني مثلا السبونسر زي السبونسر طبع الأميس طبعا النادي 100% فهلا في عندك يعني في عندك محللين بهذا المجال مجال التسويقي بيحكو لك يونيتد وهذا يعني عم بيكونوا conservative يعني بتحليلهم بيحكو لك أن يونيتد بسمونه رونالدو ممكن يدخله 30 مليون بالفترة الزمنية فترة يعني فترة عقد كريستيانو مع يونيتد حيكون يعني في فيه إمكانية لأن يونيتد يدخله 30 مليون باوند بالسنة مش بالسنة على مدار فترة على مدار فترة عقدة كريستيانو مع هدا إيش 30 مليون عبارة عن إيش 30 مليون بس sponsorship ما كانوا متوقعينهم من قبل حلو فهدا بس عم تيك 30 مليون بس sponsorship هلا غير عندك كمان مثلا من يعني لما تيج تحكي commercial في عندك أكتر من إشي عندك طبعا بيع الأواعي بيع الأواعي فعليا حيأثر بس كنا عم نحكي بعد الموضوع قبل ما نبلش الشو حكي لنا هاي عن شغلة بيع الأواعي فيه هي للأسف وخاصة ما بيعفز عند العرب أو حتى عند كل حدا بيفكر أنه عندهم هذا المعتقد أنه إذا نادي وقع لاعب ودفع فيه 100 مليون فعليا خوزيق الميت مليون حتتغطى بأول عادة بيحكوا بأول 24 ساعة و 48 ساعة بحكم أنه حينباع 200 مليون ورثة في جمصان بالضبط أو جيرزيز هل هذا فعليا صح لأنه مثلا أول 24 ساعة باع قدية تقريبا بـ 520 520 ألف جميس اللي هو فعليا يعني إكويفلنت لـ 60 مليون يورو وقت لها فهذا بس عم تحكي من أول يوم بس فعليا المصاري لمين عم بتروح المصاري ما عم بتروح لـ يوفنتس أو حاليا نما عم بباع جميس لـ United زي ما يعني ونت كمان عندك فكرة الموضوع المصاري عم بتروح up to 10% يعني لحد العشرة بالمية ومرات زي ما بنحكي انت بش هالقرد لـ 15% عم بروح من هذا المبلغ للنادي للنادي بحالة United بعد ما وقعوا العقدة الجديدة مع أديداس في 2014 في موضوع فيه هيك سرية أو في كتمان بالموضوع بس يقال أنه لحد العشرة بالمية United تاخد من بيع كل 90% بروحه لأديداس لأديداس بالضبط فأديداس فعليا هلا كسبان أكتر من United موضوع موضوع عوضة كريستيانو بالضبط يعني هذا بجوز جماهير United هلأ أعمل تسمعنا بجوز خابة ملة لا بسبب بس في عندهم كمان سبونسرشيب هذول شغلات 30 مليون حتيجي كرونالدو أو الـ من شركات تانية بالضبط وذيرا على القمصان وذيرا عندهم بالفاسيليتيز في عندهم أكتر من بالمقر التدريب النادي مقر التدريب النادي أكتر من موبايل آب الويبسايت هذا كله فعليا بالنسبة لهم بيعتبروه يعني زي أنت لما تيجي تحكي بضاعة عندك ياها هم الانفنتوري اللي عندهم أنديد كرة القدم فعليا موبايل آب بتاعهم الويبسايت قناة اليوتيوب بس أعطيك فكرة يونايتد أولو مبلش خناته مع يوتيوب أكتر أسبوع جاهم في سبسكريبرز كان عشر تلاف من لما دخل رونالدو على يونايتد الويك أوفر ويك أوفر ويك جروث على اليوتيوب تانيل تاحهم كان ما بين الستين ألف للتلاتمئة وعشرين ألف ووصل له هدول أرقام ويك أوفر ويك جروث كان نيو سبسكريبرز فهذا فرجيك الرونالدو أنا فيه كمان يعني شغلي برضو بدي أشاركها برضو مع يعني اللي بيسمعونا واللي بيشاهدونا أنه باليوم يعني عادة صفحة الحساب الإنستغرام طبعا المان يونايتد حسب اللي فهمته من يعني البحث اللي سويته أنه تقريبا يوميا بيجي له تلاتين ألف متابع جديد على حسابه على الإنستغرام هذا باليوم العادي الدي بيجي تلاتين ألف متابع جديد باليوم العادي بالزبط بيقولك باليوم اللي تأكد فيه خبر قدوم كريستيانو رونالدو للمان يونايتد جاب تقريبا تمانمئة ألف متابع خلال ساعة واحدة فقط بعد خمس أيام لما الطرفين وقعوا العقد كان اليونايتد زايد 3.1 مليون متابع على صفحته بس على الإنستغرام يعني تأثير يعني لو بدنا نقيس هذا على السوشال ميديا على الإنستغرام على الفيسبوك على تويتر على بقية السوشال ميديا تأثير يعني عفوا خرافي هائل وفي شغل الناس عدتهم بنسوها حتى لو يونايتد فعليا ما زاد رقمهم خل نفترض الضل الأزز أنه فعليا هايو زاد وأثبت الرونالدو إفاكت التأثير تاعه بهذا الجانب بس حتى لو ما زاد الأرقام ويونايتد ما عندهم حتى سوشال ميديا جانيل عشان تعرف كيف التفكير التسويقي عند يونايتد فعليا كريستيانو اليوم ادي عنده على هايز سوشال ميديا تانيل عم تحكي تقريبا عنده نص مليار وعلى انستجرام لحاله 300 بصرة 346 346 مليون فأنت عم تحكي فعليا هلا بحكم أنه الشخص هذا رونالدو عايش بيونايتد عم بلعب تحت نادي أو تحت مظلة من يونايتد فعليا أكتريت محتوى حيكون ريليتد لمن يونايتد بالزبط فهذا فعليا كمان ما بتقدر كمان أنك بس تحكي جابلنا 3 مليون 4 مليون بس هداك عنده 346 مليون هذا بس على الانستجرام لو تجمع كل عدد متابعين واللايكات على كل صفحات الفيسبوك والانستجرام وتويتر أنت عم تحكي رح توصل تقريبا ل600 مليون وهذا الرقم تقريبا بيساوي ضعف عدد سكان أمريكا وولايات المتحدة الأمريكية فأنت زيكي إن شاء الله يكون مرحبا المستمعين وإلك بعد الموضوع الهند عملوا في نسيت يعني منظمة مشهورة بمجال البحث والريسورج راحوا على الهند لأنه أنت اليوم لما تفكر أنديت أوروبا بما فيهم يونايتد يوفنتز كلها دول تفكيرهم في سوقين كتير مهمين لهم طبعا كل سوق مهم بكل القرات بس الهند والصين من هم الدول عندهم حكم عشان الوليوم كأرقام الهند في دراسة بتخوف عملوها بالوسط الكروي عن المشجعين درسوا البيهيفير عن المشجعين فسألوا مجموعة كبيرة من الناس يديه بالضبط سألوه بسهم سألوهم يعني أنت اليوم لما تتابعوا كرة قدم هل فعليا أنت ولائكم للنادي أو لللاعب وطلت طبعا كان فيه أكتر من إجابة بس طلت اللي جاوبوا إيش حقوق وإحنا أولاءنا شعاليا لللاعب فاليوم أنت رونالدو ما بتقدر تنكر أنه فيه ناس ممكن ولا بيطيقوا يونايتد بس بعشقوا كريستيانو بس صار هلأ يشجعوا يونايتد عشان رونالدو بالضبط أو صار مثلا يتابع اليوفينتوس عشان لما رونالدو اندقل إلهم 100% خاصة بين العمر 16-24 هذا الجيل الجديد بالضبط يعني هو بجوز إحنا لاحظنا هاي الشغلة يعني كمان برياضات تانية زي مثلا إحنا لقينا كتير ناس والله أنا بشجع لبرون جيمز أنا ما بشجع كليفلند كافاليرز وين ما يروح ما بشجع ما يامي هيت بشجع لبرون وين ما يروح أنا هلأ مشجع للليكرز بزبط يعني مش أنا كعبد الله أنا والله هلأ بشجع الليكرز على لسان واحد عشان لبرون روح هنا ونفس الشيء أنت عم تحكي لكريستيانو 100% تأثير تغير فيه يعني تأثير المجرى الكون ويعني أكيد الحكي بخصوص رونالدو وتأثيره يعني تجاريا نحن بجوز يعني لمسنا هذا الطابق هيك لمس حسسنا عليه لكن هو يعني موضوع بنقدر نحكي عنه بالساعات وإذا بنحاول نقيسه ما رح نقدر لأنه فعلا يعني كتير كتير الوقت حيثبت بالزبط وتأثير ضخم جدا لهذا اللاعب وين ما يروح إن شاء الله نحن نتمنى كمتابعين للدور الإنجليزي ولكريستيانو إنه كل أسبوع يمتعنا يعني بأهدافه زي ما قردي صار عامل وبشلسي كمان مش ضد شلسي لو سمحت كريستيانو يتكرسح ضد شلسي يعني ترهو على فكرة نسجله معي شلسي بالدوري كتير ممتاز من ناحية إنه ما سجل فينا ولا قول بالدوري طبعا يعني إن شاء الله هاي الإحصائية تستمر يتابر على هاي بس هو حط فينا قول بنهاية شامبز ليك بألفين وثمانية بس الله يسامحه على هاي العاملة صح على كل كابتن عمر كتير شكرا لإلك حبيبنا بس قبل ما نوضعك بدنا نختبر معلوماتك الكروية كيف وضعك مع المعلومات الكروية بالكورة القدم رونالدو إلا هيك مجملا رونالدو اليوم موضوع الكويز عن كريستيانو رونالدو إن شاء الله ما أعرف أنا بحبه كتير بس صراحة خايف لأنه أخوي الإنسان المستحيل اللي يغتي معاك بأي سؤال هو عاشق كريستيانو أنا بعاشقه بس إن شاء الله ما أفش الأخوي مش كريستيانو طب إذا هيك طفي تلفونك لأنه ممنوع في تستخدم أي وسيلة مساعدة حاس قاعد معجوش قرداعي انت دخل كل وسائل المساعدة لا تستعمل لجمهور ولا حذف إجابتين ولا انت صالب الصديق جاهز جاهز إن شاء الله إذن رح نبلش الكويز تبعتيك ورح يكون خمس أسئلة وموضوع الكويز عن كريستيانو رونالدو الله يستمر كابتن حمر إذا أنت جاهز رح نبلش بالسؤال الأول الله يستمر هتبقضي على الواحد آخر البرنامج لا يلا أوكي السؤال الأول هاي مسيرة كريستيانو مع الأندية اللي لعبها مين النادي ناقص أو أكمل الفراغ زي ما بقولوا سبورتينج لشبونا منشستر اونايتد ريال مدريد فراغ منشستر اونايتد في ناديين أنت ما حكيتهم في أنا بدي النادي طبع اللي بالفراغ اللي هو سبورتينج لشبونا في قبل لشبونا لا من سبورتينج لشبونا سبورتينج لشبونا منشستر اونايتد ريال مدريد فراغ منشستر اونايتد آه يوفي صحيح لا يا كي بسطت السؤال كثير ما إحنا منبلش بسطة أنا صراعا ما عم بحضر قدم هذا السؤال الأول لسه يعني عايص عبو آه طبعا بس إحنا منحمي آه طبعا آه يلا دياغ تخسفني أبل بشيتي آه يلا خلص سامعيا رح نخسفه يلا يخسف شو كان الجو لما نولد كريستيانو رونالدو بمدينة مديرا بامزة حدا ده مش سؤال آه طبعا ما رح تحليلي إنه عشان مديرا و وإيش المناخ تبعها لا أكيد هذا مش سؤال يا زنف مش خسف هذا مش سؤال ينسأل كنت حقوم آه الله يستطع معا إنه عطيتني أفكار خلص للأسئلة الجال السؤاليان سؤال قوي والله هذا مش سؤال قوي هذا هو السؤال القوي كان مثلا بسيرته الذاتية أنا فعلي أنا قاري كثير لكريستيانو من الكتب انكتبت عليه عارف فممكن هاي المعلومة والله لو إنك في ثغورس ما بجيب اليوم ماطر ولا بانسهل معلومة على السؤال الثاني طول مسيرته كريستيانو كان بلبس القميص رقم سبعة بس لما انتقل عليه المدريد لبس رقم تاني بأول سنة إله إيش كان هو؟ تسعة صحيح؟ عالسريع؟ ماشاء الله هلأ هو عشان رؤول؟ عشان رؤول؟ رؤول صحيح؟ صحيح؟ رؤول رفض يتخلى عن رقم سبعة لأول سنة ها رفض؟ ها ولما اعتزل الساحة كانت مفتوحة لكريستيانو السؤال الثالث بأي سنة فاز كريستيانو رونالدو بأول جائزة بلندور لإله؟ وفي أول مرة وفازها خمس مرات خمس مرات فازها أي سنة كانت أول مرة وممنوع تستعمل جوجل مش جوجل فعليا نعم سبعة ما عندي إياها أول مرة أول مرة أعطيني بس ثانيتين جرب بدي أفكركم عراحتك يعني أول مرة كانت ألفين هي بين تمانية وعشرة بس صاح بس احكيلي بس عند هزم يكون ها يعني آه هي بين تمانية وعشرة صحيح هي بين تمانية وعشرة بين الفين وتمانية وبين الفين وتمانية الفين وتسعة غلط غلط تمانية تمانية آه أنا قلتلك بين الفين وتمانية وعشرة آه أنا قلتلك صحي بين الفين وتمانية وعشرة وأنا حكيت تسعة مش مشكلة السؤال الرابع مين هو المدرب اللي حكى عنه كريستيانو إنه بمثابة أب بالنسبة إله اللاعب المدرب المدرب سير أليكس مين هو صحيح المدرب اللي كريستيانو حكى عنه صحيح حقا لما رجع يونايتد حطها يعني بالظبط هو كان أحد أسباب عودة الدون لليونايتد هاي السنة طبعا وعم بربطها بالبراندنج تاعه إنه جزء من الCR7 براندن وعنده غلاء حلو السؤال الأخير آخر مباراة لكريستيانو مع اليونايتد قبل عودته طبعا كانت نهائي بألفين وتسعة وكانت ضد فريق برشلونة على أي ملعب كانت لما مسيح الطراش على أي ملعب كانت على أي ملعب كانت تغلب هاي الفترة اللي كنت أحضر فيها قدم فالمفروض بتذكر روسيا بروسيا كانت لا مع إنه السنة اللي قبلها القبلها كانت بروسيا 2008 كانت بروسيا طبسنة زيك أعمل حالة مش مشكلة لا عادية شو مشكلة رجع رجع يتسو لانه بريقا بألفين وتسعة لا مو بستانفورد 2008 فازوا اليونايتد بالبطولة بروسيا كانت بموسكو 2009 خسروا النهائي من برشلونة 2-0 صح وكانت بهذا الملعب الشهير مش اسطنبول لا دقيقة طيق أعطيني جد آخر فرصة ياهبا ييز راح بالي روسيا واسطنبول بس لا شهير شهير اه طبعا ملعب من أشهر الملاعب بالعالم ومعرفش بدك طب ولا يعني لازم هيك بس ملعب أوليمبي كمان ملعب أوليمبي يعني جزء من اسمه يونان الملعب الأوليمبي بتاع أوليمبياكوس يعني لا بس حلو أوليمبياكوس أوليمبي طبق ملعب أوليمبيا ايه عادي تفكر تفكر ومبلية لا لا شو أوليمبي إنه قصدك فيه فيه تراك صح ومبلي ما فيه دقيقة خلص أعطيني صراحة خلص هلها هي آخر فرصة لأن الجماهير اللي عم تسمعي يعني سوريا يعني قبعت معها آه هلها آخر ثاني بالمبارات عرفها للعجقة بكل بك وقت مدر الضائع وقت مدر الضائع اللي اشتنضغت دقيقة طب بس احكي لي شرق ولا غرب أوروبا آه جنوب أوروبا جنوب أوروبا اه مهم يطاليا صحية روما صحية روما صحية ملعب روما ملعب روما ملعب الأليمبيكو بروما آه بس صراحة ناسي كانت بملعب الأليمبيكو بروما وكانت أول مسرح لتتويج كتيبة برشلونا برشلونا بثلاثية تاريخية طبعا صح شو رأيك بالكوز؟ حلو؟ رائع حبيته؟ أنا خفت من السؤال تاني قلت هاد مش سؤال بنسأل بس بعدين مني احترعت هاد قلتون كيف دي عارب بلاش تحلل بالسؤال جغرافي بس لا حلوين لأسلحة حبيبي رحنا على أولمبياكوس وعلى اليونان وعلى كل مكان رحنا رحنا على روسيا وعلى أسطنبول يلا إن شاء الله نروح برحلات هاي نحضر مباريات جديدة إن شاء الله يا رب كابتن عمر يعني ما بوسعني غير إني أشكرك على قدومك كل الشكر إليك حبيبي وإن شاء الله يعني اعتبرنا من أكبر مشجعين هلا للشو حبيبي حبيبي وإنت يعني من عز الناس علينا وإن شاء الله إن شاء الله يعني هذا مش آخر ظهور لإلك معنا إن شاء الله لا وأي شي بنقدر نساعد فيه حكيت لك لأنه بنأمن بالشوف ما بتأثر ما بتأثر الله أبقاك استمر وإن شاء الله تكونوا استمتعت إن شاء الله كثير كثير حبيبنا إن شاء الله كمان أنتوا تكونوا استمتعتوا بهاي الحلقة يعني تابعونا على صفحات صوت الرسمية على السوشال ميديا وعلى الفيسبوك وعلى الإنستغرام وعلى تويتر طبعا إذا عندكم مواضيع بتحبوا نحكي عنها للبرنامج ما تنسوا تراسلونا على الإيميل كان معكم بالإعداد والتقديم عبدالله البشيتي كل الشكر طبعا لبسنت وبيان ومحمود ومرام وكل فريق العمل اللي ساهم بإنتاج هاي الحلقة رح نودعكم بقول كريستيانو رونالدو الصاروخي ضد فريق بورتو بالشامبيز ليك سنة 2009 واللي لسه لحد الآن طابعا بتطير بالهوى من كتر ما كانت قوي هاي الشوتة اللولابية بالزبط مع سلامة بورتو الليلة كل ما يريد فعله هو البحث هو البحث تمت عملية البحث تمت عملية البحث يا الله